مرحبا من جديد اهلا وسهلا بالنس اللي خلطوا علينا الكل في الاستماع مشوار متواصلة حتى النص نهار دونك امنت لكم النقل المباشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الجميلة المتقلقة الانيقة اللي بلاش بيها نحسو كلمها عسلي قطر وضحكتها محلاها قلبها كبير وطيب زيدها اختنا في الله هيب الخليفي الحمد لله برك الله وفيك ربي بارك لك ونشكروك برشا على دعمك لنا ومجهودتك الكبيرة والجبارة وان شاء الله نزيد من التألق والنجاح المخرجة سومية اليوم ايكيب سان بورسان فيمينين فرحانة بيها لا ما سان بورسان عايشك تسعين بالمية عشرة بالمية عنا شو ما عدا ما عدا الصديقنا الصديق والزميل العزيز يوسف بن سعيد اللي بشي قدم لكم الفقرة بتاع اليوم ما تحسبوش الكلام اللي كنا نقولوا فيه رحوا داخل في الكواليس متاعنا نكملوا لا نقول لك اول كلمة قبل ما ندخلون تاني نحبكم يا جميعا سينيما نتوت سويت دي ما ناخدو نحكيو على سينيما لكوليس نحكيو على المخرجين الشبين على الاعمال هذا الكل مع عظيف يوسف اليوم معانا شدي خضار زينب هو مخرج عمل نورو جيز نورو جيز النظرة الضيقة نحكيو شوي على سينوبسيس هو يحكي على بشير الشاب اللي خرج معنا تحديثا من السجن معناتها اللي كان قام بقضية معناتها في العنف الشديد كانت تجمعه قبل ما يدخل الحبس علاقات بطبيعة مع المجتمع متاعه وكانت عنده علاقة معناتها مع صديقته وبعد ما خرج من الحبس وشفنا في الفيلم نظرة أخرى من المجتمع للسيدة ذايا حتى من صديقته اللي كانت مقربة خلينا نقوله على أبوه بزواج كيفاش بعد ما تخلي الحبس تبدلت النظرة ذي وخلينا نقوله في سد العرس وولينا نحكيه معنتها إنه الإنسان قبل للحبس حاجة وبعد الحبس حاجة على ذاك يكون موجود معنا مرحبا 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 المخرج الصديق خلينا نقوله صباح النور شدي صباح النور يوسف مرحبا مرحبا يا عايشك مرحبا بيك شدي كل مستمعين على راديو ميت مرحبا نوردنا فنحن يمباشر لي اليوم معنا يا عايشك حبيت نشكركم الساعة على الفرصة هذه اللي تعطيوا فيها للليجون غياليزاتور بشي عرفوا بالخدمة متاحهم مرحبا بيك شكرا شدي نحبه نبدأه بالعنوان نورو جيز النظرة الضيقة عليش اخترت العنوان أذية وشنوها علاقته بالضبط بالسيناريو معنتها والكتيبة متاع الفيلم واضح نورو جيز بما معناه كما قلت أنت النظرة الضيقة وهذا يرجع للشخصية الرئيسية في الحكاية اللي هو بشير انفت كما قلت أنت وبش نحط المستمعين في الإيطار اللي الفيلم يحكي على بشير شاب مزال كيف خرج من الحبس على قضاية عنف شديد كانت تجمع علاقة مقربة بنت حونتو دونك دكو خرج مشي يحب يقابلها ميالقاه دونباغ هي رفزته كمبلتما ودوت خباغ دارهم ليهم أم واختو وزاختين عليه ويحبوه يريز ويالقى خدمة ويبعد على المشاكل الهناه معناها بش نشوفه القرار متاع بشير اللي خذيه أو بالأحرى القرارات متاعه كانت مبنية على نظرة زيقة فهمتك خلنا نحكيه على المشاركين في الفيلم هذي وقدش يمكن زادا مشاركة متاع ممثلين يكونوا معروفين نوعا ما المتفرج لاتونسي قديش ينجموا يضيفوا للعمل ويضيفوا لك انت كمخرج أنا في العمل معناها في الشخصية متاع بشير شارك معايا علي العقوبي اللي الناس تعرفوا بعليه ودلكانس معناها العباد تعرف علي وتعرف تعرفوا رابر أما شوفناه في حرقة عمل ياسر متميز الحقيقة في الدورة متاعه نعاود نعاود عاود قلنا الفكرة خاطر قصت التليفون آآ شادي آآ اتفضل قلت لك آآ علي معناها اضاف برشة للنارو جيز آآ وعاوني برشة على شخصية بشير آآ بالحق ممثل خشين برشة ويسمعك ويزيد من عنده ويعمل روشيرش متاعه وآ بالحق معناها ستاين كولا بوغاسيون بلحق غرينا زادا رانا الكيبسي آآ رانيا كانت في البلخصوناج متاع أخت بشير اللي هي ميهاي آآ رانيا بالحق آآ عاونتني برشة وآآ وصمعتني بالكده وعطت فيها ثيقتها آآ كيف كيف زادا مادام ريم عبروك اللي خدمت دور وحيدة أم آآ بشير آآ بالحق حضورها كانت حاجة تشرفني برشة واللمة محلية معناها كتلمينها في المبعضنا معناها في الكوليس وكل بالحق كانوا كانوا معايلة بالحق كيما في الحكاية وعاونوني برشة بصورتوكي كنت نغذر وراه في ثيقتهم فيها في عينيهم طيب حاجة بالحق محلية على الأخر ودايور معناها جب خفيت بش نشكرها مع الأخر وإن شاء الله نتقابلوا في أعمال أخرى وما خير الشيدي حبيت نسألك الديركسيون دكتور اليوم كي أنت كمخرش شاب وتتعامل مع أسماء كي ما هكا ولد الكانز ومعناتها مادام ريم عقروب ورانيا الجيبسي هل كانت صعيبة معناتها أنك تجاريهم تحاول أنك معناتها تكون المخرج كبير قدامهم معناتها والله ما نكذبش عليك أنا تمام من الأول لقيتها في بداية الجورنيل لقيتها كصعوبة وكل أما أريد تلمينا الأربعة مع بعضنا معناها في البيت وقديرنا نعملوا في لغة كثيرة في متاعنا وكل بالحق كنت أليس على الأخر وما زادا معناها كانوا متفاهمين وعارفين لهذه أول تجربة ليا وكل عرفنا كيفش نأخذوا بعضنا وكل وتعديت بالحق من أحلى ما عاشت في حياتي وين يتشاف الفيلم هذا فما إمكانيان يتشاف ليم الجاية من علش في دي فستيفال وإلا في تظاهرات ثقافية وسينمائية هو الفيلم مزير كي كان في فاك في قليبيا والحمد لله معنا نأخذنا منسيون سبيسيال للمير رول مسكولين على البرفورمانس نتعرف عليه وطوى اليوم ديجا اليوم موجود في فعالية الدورة الرابعة لمهرجين سينما الفلسطينيين الفلسطينيين اللي تنظموا مؤسسة شروق خطرهما يتناولوا معنا سينما موضوع مشكل أو بالأحرى مشكل الحوار اللي هو معنا حاجة مطروحة في الفيلم بتاعنا وبالنسبة في تونس بوردم ماما مشينا كان في فاك إن شاء الله عليش لأحرى يعود تشيف في تونس إن شاء الله سؤال كان معنا خلينا نقول أخير النواة متاع الفكرة الفكرة الأصلانية منين جيت شيدي خطر صحيح نقول قضايا معنا تهم المجتمع وغيرها والقضية ذي موجودة لكن كيف جت لبالك الفكرة انك تخدم فيلم في الموضوع زي نعرف العوام الفارت قداش من عباد دخلوا الحبس كانوا داخلين على حاجات أخرين بعد ما خرجوا عملوا حاجات ما أشنع معناتها وغيرها ساعات ما يقبلهمش المجتمع ساعات هما بيدهم معنا كلمة الإصلاح في السجن ما هيش كلمة صحيحة برشا معنا مش ديما كلمة صحيحة فما ناس صحيحة خلينا نقول معاش تعاود الفعل لما فما ناس تقوم بأش نعمل حاجات هذيك يمكن خطر المجتمع في لحظة ما معناتها ما يقبلهمش كيفاش جتك الفكرة هذه خاصة من أنها مهمة وفي صلب اللي قاعدين نعيشوا فيه هو ذهلي كانت عنده تجربة هكا ولا إذا منيشغلت والله الآن الفيلم كانت الفكرة كانت حبيت نحكي على الوبسسيون في مليو مرجناليزي وحبيت نحكي على مشاكل الحوار واخترت بالذات معنا الحاجة هذه اللي كنت تحكي فيها يوسف على خاطر فنالما قاعدين نراو فيها برشا معنا راو على الفيسبوك في الشارع في نقرأ في الجرائد وكل دونك ما اخترتش أني الحاجة حبيت نحكي فيها حبيت نختار موضوع يكون وقصة تكون اللي قاعدين نراو فيها برشا برشا دي جون اليوم قاعدين يعيشوا في التجربة هذي بالخايب برشا 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 تفزلهم مستقبلهم الكل بيانسور والحكاية دايور إن شاء الله معناها العبادة اللي تفرجت في الفيلم ولا إن شاء الله يبش تتفرج وكل دونك كيبش يتفرج وبش يعرفوا اللي الحكاية هذي صايرة برشا وسموا عليها برشا وراوها برشا نلقاوها على بلاتفورم على منعرش أي سوفورم معناها ديجيتال إن شاء الله في حساباتي كونو أنا خاطر مزلت معناها نغير في لليفستيفال وكل دايور البارح بركة زيد تقبل في فعاليات الدورة السامنة المهرجين القدس السينماء الدولي دونك مزلت جو بخوفيت مليفستيفال مبروك وإن شاء الله تكون مشاركة طيبة يعيش يعيش إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في ديبوت دونيل وينتكات يكون موجود على بلاتفورم اللعبات نجمة التفارش بالضبط إن شاء الله بتوفيق ليك شادي فرحانين بارش أنك كنت معنا اليوم إن شاء الله الإسم هذي يولي إسم كبير يولي المخرج الكبير شادي خذار إن شاء الله بتوفيق أي قولي حبيت نواجهة تحية كبيرة لليكيب تكنيك الكل إيماج صن ديكور بتاع البروجي اللي عاوني بارش سورتو سورتو حبيت إن نواجهة تحية الفاميين زعلوني الكل اللي استقبلوني في دارهم في أريانا بشتورنا بحديهم أوليت أريانا الكل اللي سهلون الأمور متاع التورناج مكتعرف معنا التورناجات متاعنا صعب معنا نحن الإزاماتور دونك مرسي لأي حد عاون سورتول زيد الفامي متاعي وكل وإن شاء الله كما قلت انتي الاسم هذا ما زلتو بشترسم عليه بارشة وإن شاء الله اللي جاي خير ومشي بكو إن شاء الله محليك محليك شادي بتوفيق ليك إن شاء الله نشوفوك قريبا مخسياتو تلكيب اللي كانت معايا اليوم سوميا هيبة يوسف موناء موناء ما سمعنيش حسك بارشة اليوم خطر كينو تليفو نتو ربع عظم والمداخنة ربع عظم جمعة جاي نعودو إن شاء الله نعودوها للأسبوع الجاي اسمع الحكاية تلقاوها ديما على صفحة الفيسبوك متاعنا موناء موناء نس كل ملتقنا للأسبوع القادم يوسف موناء نس كل وإن شاء الله ونشوفوكم بخير ونشوفوكم بخير إن شاء الله نحن نسلم عليكم نس كل إن شاء الله نتلقاو الأسبوع الجاي كيف العادة من السبعة حتى النص نهار زينا بكديش تحييكم وتقولكم خليكم ديما متابعينا نحب نختم ديما بنقول ديما نقولها إن شاء الله لا فاقدين لا مفقودين لا بش نزيدها حاجة أخرى المرة هذية خلينا ديما نكونو خير لبعضنا على خاطر الخير يعدي وكيف نعملو الخير يكيد بش يرجع كان خير علينا ولا على صحتنا وعلى ولادنا وعلى ناس الدائرة بنا راه والدنيا حد شي معناها الدنيا فانية وحد شي كيف نشوفو ناس محتاج راهيم مش ناس كل تكذب احنا واخذينا فكرة خايبة أنه الناس يبدوا في الشارع يكذبوا يمكن يقول لك بالعاني هو قاعد يطلب ومش ناس لكل تطلب زيدا فما الناس اللي يبدوا محتاجين وما يقول لكش أعطيني وما تسمعش منه كلمة أعطيني يحبو كان أنهم يعيشوا ويعيشوا صغيراتهم مثلش نتفقدوا بعضنا في الأقسام إذا كان عنا أولادنا يقرأوا ونتفقدوا ونشوفوا شكون اللي ممكن في حالة نجم تستحق أنها نعاونوها ومو لا تتاجي يحتاج في الأخير بالكل فيلمين ترجمة نانسي قنقر